رأس الأمين العام لإقليم إنيدي غرب حفل تنصيب المحافظة الجديد لمدينة فدى محمد الأمين عبدالله خلفا لمحمد سوكايا الأجيمي محمد عثمان بشير والمزيد من التفاصيل بعد أيام مضت من تعيينه على رأس مقطاة فدى محمد علمين أبدالله يستلم راية من خلفه محمد سوكايا الأجيمي كمحافظ جديد لمدينة فدى حيث قد تم تنصيبه رسميا من قبل الأمين العام لإقليم إنيدي غرب وبعد تنصيبه طلب الأمين العام من المحافظة الجديد احترام القانون والعمل على استباب الأمن والسلام بالمقطاة فيما قدم المحافظة الجديد محمد علمين أبدالله شكره لخلفه سوكايا الأجيمي وطلب من أبناء المقطاة إداريين وعسكريين وسلطات تقليدية مساندته ودعمه لإنجاز ما تبقى ما يمكن إنجازه حتى تكون لمقطاة فدى التنمية الحقيقية التي تسعي لها سلطة العليا للدولة عقد ممثل حاكم إنيدي الشرق يوسف أدنى محمد لقاء مع ممثلي المنظمات الخيرية بالإقليم وذلك بهدف معرفة ما تقدمه هذه المنظمات من خدمات للاجئين عباس أباكر مصطفى اللقاء الذي جمع المسؤولين الإدارين بإقليم إنيدي شرق إلى جانب ممثلي المنظمات الخيرية بالإقليم لمعرفة نوعية ما تقدمه المنظمات من خدمات لمخيمات اللاجئين بمختلف أنواعها وبعد عرضي نبذى من الإنجازات التي حققتها المنظمات الخيرية لصاله اللاجئين بالإقليم فقد تداخل ممثل حاكم إقليم إنيدي شرق يوسف أدنى محمد مثمنا جهود المنظمات ودعاهم إلى تحسين الخدمات الإنسانية مسؤول مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جل بيمبا قال بأن هذا اللقاء يسمح للمسؤولين بمعرفة الأعمال التي تقدمها المنظمات لصاله اللاجئين النائب البرلماني بالإقليم شكر المنظمات الخيرية وحثهم بتكثيف الجهود الشبنة دا قلخلت في بقان هنا سيرفيس هناك كل فيه لأنهم المعهدرين في الميدان دا قدام دا نسأل من ناس ناريس بصابر على نهاية السامة والحكومة بحد من سوا وللمعلومية فإن إن إقاد مثل هذه اللقاءات يسمح للمسؤولين لمعرفة حقيقة الأعمال التي تقوم بها المنظمات لمخيمات اللاجئين ترجمة نانسي قنقر